اهلا بكم من جديد فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الاسبوعية مناقصة لشركة تطوير للبترول لخدمات المعدات الثقيلة والخدمات المرتبطة بأجهزة التنقيب وتنفست سبع شركات على عطاءات المناقصة التي تقدمت بأقل عطاءاتها شركة ناصر عبد محمد بعطاء بلغت قيمته 18.334 مليون دينار وبحسب وصف المناقصة يجب على المقاول توريد المعدات والمواد والموظفين لتوفير خدمات المعدات الثقيلة والخدمات المرتبطة بأجهزة التنقيب ذات الصلة على أساس الإلغاء في مناطق عقود الشركة في مملكة البحرين وتحتفظ الشركة بالحق الحصري في زيادة أو تقليل أو إنهاء مستوى الخدمة المطلوبة وفقا للعدد أو الحفارات التي تم نشرها أو متطلبات حملة الحفر الخاصة بها وذلك وفقا لتقديرها الخاص وفتح المجلس مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية لمشروع إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي وتنافست على عطاءات المناقصة خمس شركات وتقدمت شركة بن عميرة للمقاولات بأقل عطاءاتها بقيمة 5.19 مليون دينار بلغ المتوسط اليومي للتداولات الإسبوعية لبورصة البحرين مليون وخمسة وعشرين ألفا ومائة وأربعة وسبعين دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وعشرين ألفا ومائة واثنين وتسعين سهما ووحدة أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ أربعة وستين صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 24.635.958 سهما ووحدة بقيمة إجمالية قدرها 5.125.872 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 321 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركة ارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم سبع شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار وعلى مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي أف اتش المالية والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وقعت أرامك السعودية مع شركة بترول أبوظاب الوطنية أدنك شراكة استراتيجية لبناء مصفات جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيمويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية مهرشترا في غرب الهند وستعمل هذه المصفة على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات وتستهدف المبادرة تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفة ومجمع البتروكيمويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية البنزين ووقود الطائرات والديزل إضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيس السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مضطرد في العقود المقبلة مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية وقعت سلطة دبي للخدمات المالية ولجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسنبرغ اتفاقية تعاون في مجال تطوير التكنولوجيا المالية وذلك لتعزيز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وفي لوكسنبرغ وبموجب الاتفاقية التي وقعها كل من صائب إجنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية وكلود ماركس المدير العام للجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسنبرغ ستقوم السلطتان بتبادل المعلومات حول الابتكارات في الخدمات المالية في أسواقهما وفق القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين وستشمل التوجهات والتطورات الناشئة إضافة إلى القضايا التنظيمية المتعلقة بالابتكار وتأتي هذه الاتفاقية تكميلا لمذكرة تفاهم وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية مع لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسنبرغ في عام 2007 النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الملايين حول العالم ينتظرون الجمعة السوداء لكن قليلون يعلمون كيف بدأت وأسبابها لمعرفة المزيد انتظرون بعد الأسواق العالمية حذر صندوق النقد الدولي جنوب إفريقيا من الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد داعيا الدولة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن السياسات الحالية للنمو على المدى المتوسط ستظل ضعيفة مصحوبة بضغوط تضخمية وأشار صندوق النقد إلى أنه مع تباطئ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض خلق فرص العمل من المتوقع أن تؤدي الزيادة في عدد السكان في سن العمل إلى تفاقم البطالة والفقر وعدم المساواة في الدخل قالت كريستين لاغارد الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي إن مهمة البنك هي الحفاظ على استقرار قيمة اليورو وجعله وسيلة آمنة للمدفوعات مهمة البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على قيمة اليورو مستقرة وأن تكون الأوراق النقدية آمنة وأنظمة الدفع فعالة جاء ذلك قبل أن توقع لاغارد أول أوراق نقد لليورو تحمل اسمها في احتفال رسمي وقالت لاغارد إن منطقة اليورو بحاجة لتشكيل المزيد من نموها الاقتصادي داخل التكتل بما في ذلك استثمارات عامة أكبر إذا ما أرادت الصمود في مواجهة ضعف في الخارج ولكي تصبح أكثر توازنا في الدخل استعادت بولندا حوالي 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا في محاولة لإظهار قوة اقتصاد الدولة الذي يبلغ 586 مليار دولار حسب ما قال حاكم البنك المركزي آدم جلابينسكي وتم نقل الذهب من بنك إنجلترا حيث كانت بولندا تحتفظ بمعظم احتياطها من الذهب منذ الحرب العالمية الثانية ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جلابينسكي قوله إن البنك أعاد نحو 126 طن من الذهب خلال عامي 2018 و2019 لزيادة الاحتياطي من الذهب لديه إلى 228.6 طن ونتيجة لذلك فقد أصبحت بولندا تحتل المركز الثاني والعشرين على مستوى العالم في امتلاك احتياطي من السبائك الذهبية والمركز الأول في شرق الاتحاد الأوروبي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية الملايين حول العالم ينتظرون الجمعة السوداء فهي أكبر موسم للخصومات والتنزيلات في العالم لكن قليلون يعلمون كيف بدأت والأسباب وراء انتشارها فكيف تحولت الجمعة السوداء من أزمة اقتصادية إلى أكبر حدث للتسوق في العالم التفاصيل في سياق تقرير الزميل محمد المريخي تمتلئ المتاجر ويزدحم الانترنت بملايين المتسوقين خلال إجازة نهاية الأسبوع التي تتبع عيد الشكر من كل عام لشراء سلع متنوعة خاصة المعروفة بارتفاع أسعارها بأقل أسعار ممكنة وبالرغم من الإقبال الكبير من جانب المتسوقين على الشراء خلال ما يعرف بالجمعة السوداء فإن كل ما يعرفه كثيرون عنها هو فقط ارتباطها بالتسوق استعدادا لأعياد الميلاد بدأت حكاية الجمعة السوداء بأزمة اقتصادية ضخمة عندما قام خبيرا المال الأمريكيان جيم فيسك وجاي جولد بشراء كمية كبيرة من الذهب أملا في تحقيق أرباح ضخمة من خلال بيع الذهب لاحقا بعد ارتفاع سعره في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 1869 انهار سوق الذهب الأمريكي وسمي هذا الانهيار الذي بدأ يوم الجمعة بالجمعة السوداء ما دفع فيسك وجاي لإعلان إفلاسهما هناك روايات أخرى تتعلق بالجمعة السوداء فعندما كانت المتاجر في الولايات المتحدة تسجل تفاصيل الحسابات الخاصة بها كانت تعلم الأرباح بالأسود والخسائر بالأحمر وكان يعتقد أن العديد من المتاجر تسجل بياناتها بالأحمر خلال أغلب العام لكنها تعود لتسجلها بالأسود بعد عيد الشكر عندما يشتري المتسوقون كميات كبيرة من السلع المخفضة وتعد الجمعة السوداء أكبر حدث للتسوق في الولايات المتحدة خلال العام حيث تقوم المتاجر بخفض أسعار المنتجات لزيادة الأرباح وأعلان الانطلاق الرسمي لموسم أعياد الكريسماس